ده مستقبل أختنا هو ده بقى المفيد ده مستقبل أختنا يعني من باب أولا يبقى القرار قرارها لا وقرارنا إحنا كمان دي سمعتنا ومستقبل أولادنا مين جزعة أميتهم يسمع الدكتور زين أنا بصراحة مش عايزة المسألة تاخد طابع رومانسي هيا دي المسألة بلومتها وقدة طابع رومانسي يا ست المستشار إذا ما كانتش الرومانسية تبقى في الجواز والخطوبة حلايا فيين الله أنت مبتكلمش ليه أبواجيه أبواجيه على الكلام يقول إيه تقول رأيك أنت كبيرنا وكلنا وراء قولك إذا كان على قولنا أنا أقول مالنا غالي علينا جوي يعني إيه أبواجيه يعني المال اللي شجيت فيه أنا وأبوكو العمر كله ما نجيش نرميه كده بالسهل برضو مش فاهد أه أختك لها مال وهنصرف عليها ونديها ندي المين وبقام لا ومراسها الشارعي ولا نسين مراسها الشارعي لما هتاخده هتدي المين يا دكتور زين أتكلم أتكلم أقول إيه أبواجيه ألبها تجارة وحضرتك ألبتها شارع ومدني ومراص الله إحنا لما نيجي نجوز أختنا حنتاجر بيها ولا حنتطيمها قانونا سبحان الله ولا إله إلا الله هو يعني أنت عاجبك الجادعة ده بمستوى ده يا دكتور يا أخي يا أخي المهم أنه راجل طيب وعتق الله لا إله إلا الله ما في مليون راجل طيب في الدنيا ما راجبت لها قبل كده أكتر من راجل نيابة فاضل ومحترم وبيا تمنوئة قالت لا أبواجيه نفسه جاب لها قبل كده بدل الواحد عشرة أغنية أولاد ناس وطيبين برضو قالت لا طيب خلاص ما فيش غريك جادعة ده هو ده بقى هو ده اللي اللغتك عايزان ما تقول حاجة حاجة عثمان أنا لاجي الكلام كتير جوي سمعنا صوتك اللي جاي باي يبجي عديلك ما تجيسوش عليا أنا زمني كان زمن تاني أنت فاكري يا رحيم أنا وإنت اتجوازنا إزاي وماتا بس اللي عايز أقوله أن بحمد ربنا أن اتجواز تختك وبدري لو استنيت لدلوقتي ما كنتوش رضيته بي ليه يا حاجة عثمان إيه الكلام اللي إنت بتقوله ده ألا هو أنت أقل من مين أنا أجلم الناس كلها بس لازم الجراضي المهمة الجراضي واللي فيها لله مابتغرقش اللي فيها لله مابتغرقش سلام عليكم ونعمة بالله بس أنا ما فهمتش حاجة وإحنا كنا بنسأله رأي وإيه لما أحب نفتر الناس في الجامعة ما تقول حاجة يا أحي أقولي بس واضح كده أن المسألة دي لها شقين واجهين يعني العملة واحدة إحنا عايزين لناس بحد كويس وفي نفس الوقت عايزين نسعد نفيس أختنا تيجي إزاي دي بقى مش عارف اللي لازم تسمع كلامه في النهاية هو أبوكم والحاجة الحاجة عارف رأينا إزاي أنا عرفت رأيه جاب لي مدخل جال لو رجل طيب جوازو هالو وأنا هنقول له رأينا طيب اسمع قوله في بدل الواحد ألف طيب وغاني وابن ناس ويساعدها العمر كله لكن ده لا نازل عياطلي ما منوش عازي أخواتك عايزين يسعدوكي في تجربين اكفل خشمك بس قالتيني توجو مترد عليك دي أخواتك عايزين يتجربكي عايزين هم اللي يكسبوا ايه الخلام اللي زي وسخ الودان دي حاوزين يناسبوا أغنيح واصحب مناصر والحاسب والنسب عشان يقولوا احنا مناسبين فلان لكن انا بقى لا عايزة ناسب ولا تاجر يا قبلة أخواتك خايفين على مالك مش عايزة مش عايزة مال مش عايزة بلوز اخرى سي عايزة أخوكي يسمعك يجي يكسر خشمك تعالي هنين خالي خطني يا بيت خلاص قولي لهم انتي قولي لاخويا لو كانوا خايفين على المال مش عايزة هنجيب عبشنا بالتقسيدة لو هو خلاص مش عايزة بلوز مش عايزة بلوز مش عايزة بلوز غوري امشي الشيحة سيليها يا مرحايم تسمعني تقول مش لازمها المال انت مش عاوزة المال يا نفيسها لك اللي ما تعبتيش فيها انا لازمني لك اللي مش جيت فيه العمر كله انا اولى بيها اصحاب اولى بيها ولما قول لا واخواتك يقولوا لا يبقى ما تزديش واصل ده اللي ربناكي عليها بصاها ما يقابلت كوري اي ما عليش يا ولدي عجل عيار روح يا ولدي شوف حالك روح موسيقى 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 فينها نافيسة؟ عايزيها من نافيسة قلت لك فينها نافيسة؟ في مطرح اني عتزت تبجي بتضحكي علي لما تقولولي نعصت وهي حزينة وهي لو قلتلك كده تبقى بتضحك عليك يا بردو رحفين تدهش دلوق نعصك ولا ما نعصك اوضا تطمن على بنتي جاية تاكل ببعضك ومعرفتيش تراضيها انا هاعرف اراضيها تراضيها؟ وتغضب اخوتها رجالي؟ قلتلك ألف مرة البت زي الراجل عندي وهي أولى منهم ضعيفة، مسكينة بكسرت الجناعة بعد اندي بدي ادخل يا بنت عمران؟ ادخل يا بابا زي ما بتقولي ولا ادخل يا أبوي ولا اتفضل يا عج هذا مالك يا نافسة العجن لا لا ما حدش يمسح ضمعتك إلا أبويك كيف؟ أه 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 ست أنا أعرف ما حدش يقدر يمسح دمتك إلا بحقي ماذا علين يكلي?! با! عايزة تقولك إيه؟ هو اللي هنقيده نزيده؟ ولا ما خبرش إيك؟ مري بسا اسمع مني ها نيسة إيه؟ هه ويزعلينك ليه واقفين في سكتك بدهم يناس بأصحاب المال والحسب والجاه وانتي بدك اللي يوافقك كلم يهدى يا راجل اللي بتقوله اسكت يا عنيسة اسكت كيف هي اللي حتسكت ولو قعدت في الصف عايزة تقولك هي تقول اللي بتدعى تقوله هي حاوز اسمع كلام بتقول الجامعة بالقلاف فرنكة بتقول الايام دي بالحرية يعني ترى لكيه يا راجل ومال انا علمتك في الجامعة ليه لاجل ما اسمع مني الكلام غير اللي اسمعته بنومك ليه خمسين سنة حاوز احسي من ربيت وعلمت مش انا قلتلك يا نفيسة العلم اني لما شفت البنات في المدارس والجامعة طلبت من ربنا ان يديني بالتعلمة في الجامعة طلبتها وانا بصلي العصر جنب المكسورة في السيدة نفيسة وسمتك نفيسة على اسم نفيسة العلم وحملت الهموم خلاص يا حاج هي موافقة على كلام اخواتها والسكوت على مت الرضا بات سنة ميسة عايزها تسكت ما عايزها تسكت ما عايزها تقول ايه؟ تقول له وتختار اللي يسعدها وحياتهم الرحيم دي لمطرح الدمع اللي في عيونك لمطرح الدمع اللي في عيونك لمطرح الدمع اللي في عيونك لمطرح يبقى مش بوقي حتشوفي أبوك يا حياملية قل الرحيم يجيب اخواته مكرة عايز الولد ليه؟ بعد المغرب يجيب كلهم